أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمرتم بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا لوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصير برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخر دخيل الذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء خطيوس فتخلوا عليه فعرفهم وهم له مؤكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخذ لكم من أبيكم ألا ترون أني يفلق أو في الكيل أو أنوان خيد المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنروابد عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتينه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا خانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لدأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آته موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فلتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث مرهم فلما جهزهم بجهازهم جعلوا استقادة في رحلة فيه ثم أذن مؤذر ريتها العيد إنكم لسادقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك لمن جاء به يحمل بعيد ونبه زعيم قالوا تالله لقد علمت ما جئنا للنفسد في الله لقد ما كنا سادقين قالوا فما جساؤه إن كنتم كاذبين قالوا جساؤه موعز موعزة من وجد في رحله فوجزاؤه كذلك نجزي المجرد كذلك نجزي القوم الظالمين قالوا جساؤه من وجد في رحله فهو جساؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بيوعيتهم قبل بعاي أخيه ثم استخرجها من بعاي أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق كله من قبل فسرق يوسف نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له وبانشيخا كبيرا فاخذ حدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن أخذنا ما وجدنا متعنا عنده إنا إذا لم يزل ظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم لم تعلموا أن أبات وقد أخذ عليكم معصقا من الله من قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح العود حتى يأذن لي يويو يحكم الله له وهو خير الحاكمين إذ دعوا إلى أبيكم فقولوا يا بنا إن بنك سرق وما شهدنا إلا مما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي يقبلنا فيها وإنا لصادق قال من سولت لكم أنفسكم ومرأة صبرهم جبيل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم قال يا سفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالت الله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حردنا وتكون من الهالكين قال إنما أشكو بسي وحزني لله أعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من أسفاقه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ما استناورنا الضر وجئنا ببدعات مسجد مسجد فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف أخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أئنك لانت يوسف قال ليسوا هذا أخي قد مرنا الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد أفرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثب عليكم لهم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجهه بيأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العيد قال أبوه مني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فاردد بصيرا قال لما قل لكم إني علم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنك أنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف وإليه أبوه إليه أبوه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش خروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبيني خطي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويد الحديث فاتل السماء وراتب الأرض أنت وني في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس لو حرصت مؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكي من آياتهم بالسماء وجاء الأرض مرون عليك وهم عنها مغلظون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفاملوا أن تأتيهم غاشة من عذاب الله وتأتيهم الساعة بغدتا وهم لا شعرون قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرتنا وانتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أحد القرى أفلم يسيروا في اللغة فيعظر غيرك كان عاقبة الذين من قبلهم وندار الآخرة خيد للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاهكم نصرنا فرج من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن نصدق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سورة الرعد مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن نكثر الناس لا يؤمنون الله الذي نفع السماوات فغير عمدين ترونها ثم استوعد العرش يسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر فصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الله تجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل السمر تجعل فيها زوجين استجغش الليلة النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجافرات وجنات من عناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجف عجبهم قالهم إذا كنا طرابا أي النار في خلقين جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك النغلال في عناقهم وأولئك أصحاب المارهم فيها خالدون ويستعدلونك بالسيئة قبل الحسنة قد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذي مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا أولئك أنذر عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنذر وما تغيظر الحام وما تزداد وكل شيء عنده في مقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول من جهر به ومن هو مستخفي من ليل سارب بالنهر له معقبات من بين يديه من خلبه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوف وطمع وينشأ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين دعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الله كفاصل غفين الماء ليبلغ فهو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض ضعا وكرها وزلالهم من الغدو والآصل قل من رب السماوات والأرض قل لله قل لما اتخذتهم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء قل هل يستفي اللعما والبصير أم هل تستفي الظلمات والنور أم جعلون الله شركا خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسأل التوديات المقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يلقدون عليه في النار بطر وحلات المتاعين زبدا مثله كذلك يضرب الله الحق الباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكس في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الله جميع ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل لك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكرون الألباب الذين يوفون بعهد الله لا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أخشعون ربكم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء ودهي ربهم ويقاموا الصلاة وأنفقوا مما أرزقناهم سره على نية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جماة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزادهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنهم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الله أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر وفرعوا بالحياة الدنيا ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر لا تطمئن القلوب الذين آمنوا ورحموا للصالحات الطوبة لهم حشت مآب كذلك رسلناك في أمتهم قد هلت من قبلها أمم لتطلو عليهم الذي وحينا إليكهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا مصيرت به لجبال وقطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يسعد الذين كفروا تصيبهم مما صنعوا قارعتنا وتحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولا قد استهزئ برسلهم من قبلك فأمليت الذين كفروا ثم خلتم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفسهم بما كسبت وجعلوا لله شركا قل سمهم أم تنبئونه بما قل سمهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخر تشق وما له من الله من واق مثل الجنة التي بعد المتقون تجري من تحت الأرض أكلها دائم وذلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك من الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أميتنا عبد الله ولا أشك به إليه أدعو إليه مآب وكذلك ينسل الله حقما عربيا ولئن اتبع تهواهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من وليه ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لكم الزوجة وزرية وما كان لرسول أن يأتي بآية الله بإذن الله لكل أجل كتاب ينحو الله ما يشاء وإثبت عنده أم الكتاب وإما نري أنك بعض الذين عيده ونتغفينك فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب أولم يروا أننا نأتي الأوطن أنقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكرى الذين من قبل فد الله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن قبل الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صورة إبراهيم مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر كتاب أنزلناه إليك ذخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي لكما في السماء وتما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الله ويصدون عن سبيل الله يبغونها عواجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه لبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن نخجقهم لكم من الظلمات لأن نذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكرون نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من أعرفنا عن يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناكم يستحيون رساكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذر ربكم لإن شكرتم لا زيد أنكم ولإن كفرتم من عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم من في الرض دميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قام نوحي وعادي وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم من البينات فردوا ويداهم في أفواههم قالوا إنا كفرنا بما رسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون لا إليه مريب قالت رسلهم في الله شك وفاطر السماوات والأرض يدعوكم يغفر لكم من ذنوبكم ويأخيركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يحبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلكم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمنع من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم من سلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكد المؤمنون وما لنا أن لا نتوقر عضى الله وقد هدانا سبرنا ولا نصبرنا على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكد المتوكلون وقال الذين كفروا لرسولهم المخرج لأنكم من أرضنا ولتعودون في ملتنا فأوحى إليهم ربنا له لكأن الظالمين ولا نسكن أنكم الرغض من بعد ذلك لمن خاف مقام خاف عيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم وإسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد السيد ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمادي اشتدت به الجيح فيه ومن عصيف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر إذا الذين ألمت أن الله خلق السماوة والراضي بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الدعفاء أعود الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فلن تبغلون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا مشضرنا مارنا من محيص وقال الشيطان لما قدر الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون ولوموا أنفسكم ما أنا بمشرخكم ما أنتم بمشرخية إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين أمروا عمل الصالحات جنات رجدي من تحت ننهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتيك لها كل حين بإذن ربها واضرب الله الأمثال للناس لعلهم تذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تستثمين فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم ترد الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحل قومهم دار البوار جهنم يصلونها بإس القرار وجعلوا ذي الله أنداد لذلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل يا عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا بهم أرزق معكم سرا وعلا نيتا من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزر من السماء ماء فاقرض به من السمر ودرسطا لكم وسخر لكم الفلك التي تجدع في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنه نضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك كفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي برد غير ذي زرع عند ريتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل لفدتا من الناس تهوي إليه مرزقهم من الثمرات لعلق مشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يقفض الله من شيء في اللغة ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل إسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعل لي مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبان الله غافل عن ما يعمل الظالمون إنما يخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهتعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم الأعذاب فيقود الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والثماء وتبرز ذو الله الواحد القخر وترى المجدمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابلهم من قطران وتخشى فجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس لينزلوا به ولعدموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب سورة الحجر مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لان را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين صدق الله العظيم تلك آيات الكتاب وقرآن مبين